خطاب مزلزة، خطاب صاروخي، خطاب قوي جداً لرئيس الجمهورية قيس سعيد مباشرةً من مقر وزارة الداخلية بحضور وزيرة الداخلية وثلة من الكوادر والإطارات السامية بالوزارة في خطوة مفيشة فيش بها توينس الكل فيش بها العالم أجمع وأبهر بها كل العالم رئيس الجمهورية قيس سعيد يعلن عن قرارات جريئة قوية منتظرة من قبل التونسيين يستجيب إلى إرادة التونسيين ومطالب التونسيين رئيس الجمهورية يعني كان في خطاب وحوار مباشر مع وزارة الداخلية وقال إنه توينس من حقهم يخرجوا ويحتجوا ويتظاهروا سلمياً بش يعبروا على موقفهم ولإحياء الذكرى التاسع على اغتيالة شهيد شكري بالعيد شهداء الوطن نعتبره وهذه شهيدة مهمة يسر من رئيس الجمهورية قيس سعيد وقال من حقهم إنهم التونسيين يرفعوا الشعارات اللي يحبوها سواء اللي تعلقت بالاغتيالات أو بتلاعب بها الملفات هذية وما بتش فيها القضاء تأكد رئيس الجمهورية نوفم قضاة تلابو بقضية شهيد شكري بالعيد وشهيد محمد البرهمي وغيرها من القضاء وقال إنه من حق التونس أنهم يعرفوا الحقيقة كاملة طبعا خلال زيارة إلى مقر الوزارة قال إنه من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء هذا المجلس تبيع فيه المناصب وتوضع فيه الحركة القضائية حسب الولئات هؤلاء مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون يعني هما متهمين قال سنعمر على وضع مرسوم مؤقت ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاء فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة يعني رئيس الجمهورية رسميا يحل المجلس الأعلى للقضاء بشكل رسمي وبيت فقط مرسوم رئيسي بش يصدر في الساعة القليلة القادمة وشفنا سامير ديلو اللي يستفق زيد على هذا الفيديو وهبت رئيس الجمهورية تصويره وقال فليعتبر نفسه من الماضي ردا على كلام رئيس الجمهورية بخصوص المجلس الأعلى للقضاء واللي كان مطلب شعبي الشعب كان يرفع فيه شعار حل المجلس الأعلى للقضاء نلقى أيضا أنه رئيس الجمهورية أحكي على القضاء اللي تلاعبوا بملف الاغتيالات وخاصة اغتيال الشهيد الشكري بالعيد قال بعض القضاء تلاعبوا بهذا الملف وطويل سيحتفلوا بذكرتاس على اغتيال الشهيد الشكري بالعيد لأن القضية هذه قادت في رفوف المحاكم لسنوات طويلة تسعة سنوات وتلاعبوا بالملف هذية من قبل عدد من القضاءات اللي ما كانهم مش قصور العدالة وإنما ما كانهم متهمين يقول للأسف ليست هذه القضية الأولى اللي حاولوا طمص معلمها والإبقاء عليها في الرفوف باش ما يعرفش الشعب الحقيقة يقول جئت إلى هنا في هذه الساعة المتأخرة للقول إنه من حق التونسيين التظاهر ومن حقهم إحياء هذه الذكرى ولكن يحذر رئيس الجمهورية من الصدام اللي لو كان يخرجوا ناس أخرين يكون فهمها الصدام وحذر زادة من أنه لو كان المظاهرين ذوما يتصادموا مع قوات الأمن ودعاء الاحترام القانون وقال إنه القوات الأمن هي قوات وطنية تحاول حماية المظاهرين من الناس اللي تنجم تتسلل إلى هذه المظاهرات طبعا يعني سعيد هذا سمح به للمظاهرين إنهم يخرجوا وإنهم يحتاجوا ويخرجوا فهمها الصدام مع قوات الأمن وهذا يجي في صميم مطالب الشعب التونسي وبتباعة الحال قيس سعيد هوني أفلج صدور جزء كبير من التوينسا وفرحوا برشا التوينسا حكي زادة على مخططات للاغتيالات اغتيالات هدت شخصيات بما فيهم رئيس الجمهورية وقال نحن لا نخاف الموت قال إنه فيما أطراف اليوم في تونس تخطط للاغتيالات وخطوا للاغتيالات ومزنوا يخطوا بشي قوموا باغتيالات وقال إني نعرف كل شيك فيش قعدين يدبروا في هذه الأمور قال نحن لا نهاب الموت بل نهاب الحياة دون كرامة فالموت أفضل لنا من أن نعيش عبيدا ونريد أن نموت ويحيى المواطنون في وطن يحفظ الكرامة رئيس الجمهورية طبعا ما نسيش معناها إلى جانبها الرسائل السياسيين ويوجد زاد الرسائل إلى اللي تلاعبوا بحق الشعب التونسي وقال للمحتكرين ستدفعونا ثمن التنكيل بالشعب التونسي ويقول اللي فما موظفين في الدولة التونسية يخدموا على تخريب الدولة والمس من قوة التونسيين يعني فما مسؤولين اليوم مسؤولين على الاحتكار ومتورطين على الاحتكار وقال لنا وجهت التحذير الأخير للناس اللي تقوم بهذا والقرارات اللي بيش ناخذها المرة الجاية بيش يدفعو ثمن التنكيل بالشعب التونسي طبعا يقول هما يحكيوا على ديكتاتورية مزعومة وعن سلطة لا تتقيد بالقانون قال أنا تقيدت بالقانون واحترمت المقامات وسأتقيد أكثر به نلقاه طبعا هذي القرارات قرارات قوية جدا من رئيس الجمهورية قيس سعيد كانت لها ردود فعل فما اللي اعتارد فعله على بكريتاو وفما اللي مازال ما استفاقش على هذي الأخبار اللي فرحت برشا التونسي اليوم في نسك الهقام تصبيح طلقة فيديو طوي المطول تقريبا عشرين دقيقة رئيس الجمهورية يخطب أمام وزير الداخلية وقيادات وكوادر أمنية طبعا قيس سعيد يعني حذر توينسا من أنه فما شكون يحب يندس في وسطهم للاحتجاج أعطاها الإذن وعطاها الضوء الأخضر للمحتجين اللي يحبوا يخرجوا يحييوا الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد أنهم يخرجوا ويحتجوا ويتظهروا قل من حقهم ولكن حذري إنكم تتصادموا مع قوات الأمن الخطرة ذيك قوات وطنية تحميكم من أي اندساسي نجم يصير في المظاهرات هذه تنجم يصيروا يندسوا باش يخربوا باش يشوشوا باش يعملوا الفوضى ولكن حذري شدد قبل وزارة الداخلية ناس عندها الفلوس باش تفرقها من أجل التخريب والفوضى حذري يحكي على الإغتيالات السياسية رئيس الجمهورية اللي هو القائد الأحلى للقوات المسلحة اللي هو يترأس مجلس الأمن القومي مجلس الجيوش يعرف كل التفاصيل المتعلقة بالإغتيالات السياسية التي يخططون لها خططو لها وما زلوا يخطوا إلى حد الآن حسب كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد قيس سعيد ديما في صف الشعب التونسي الناس اللي تحب تخرج من أجل التظاهر والاحتجاج أعطاهم الحق في ذلك الناس اللي حبت تحيي الذكرى التاسعة الاغتيال الشهيد حبوا يخرجوا الخطب هذا صدمة كبيرة يسر يسر إلى الإخوان المسلمين إلى حركة النهضة إلى القيادات النهضوية إلى كل من تورط في الاغتيالات يعرف لليوم الحب القاد يضيق عليه والخناق قاد يضيق عليه لأنه إن شاء الله يتم الكشف على قضية الاغتيالات السياسية ما يكفيش نخرجون الظاهر أو رئيس الجمهورية يسمح بالتظاهر فقط لازم رئيس الجمهورية يحاسب القضاة اللي هما تلاعوا بالملف هذية وغيروا من الملفات ولازم نكشف الحقيقة لكل التونسيين توينسا من حقهم اليوم يعرفوا شكون قتل شكري شكون قتل محمد الإبراهيم شكون مسؤول على الجراء ما لي صارت في الدولة شكون مسؤول على الإرهاب من تعديوش الفترة هذه والمرحلة هذه من غير ما نعرفه ونحملوا المسؤوليات بالحق نكونوا دولة قوية ودولة يعني درس في الديمقراطية والمسار الديمقراطي لو كان نكشفه شكون اللي يقف وشكون اللي يخطط وشكون اللي يمول اغتيال شكري بالعيد مثال ومحمد الإبراهيمي اللي هما زوز قضايا كبار وفما برشا قضايا أخرى الإرهاب والتسفير والتكفير إلى غير ذلك اليوم شتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء الناس اللي هي معترضة قرارات رئيس الجمهورية يعني هي عندها مناش تخاف لأنه الناس اللي كلها مع الكشف عن الحقيقة كاملة للشعب التونيسي